اشتركوا في القناة في مداخلة له إلى أن تنظيم مثل هذه الاجتماعات يمثل فرصة مهمة للمشاركة البلاء مع دول مجموعة العشرين ومؤكدا أن التحديات التي واجهها العالم على مدار العام الماضي أصبحت أكثر خطورة وبحاجة إلى التعاون الدولي الحقيقي لمعالجتها موضحا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة وتنعم بالسلام مشيرا إلى أن التحدي الأكثر الحاحن والذي نواجهه في الشرق الأوسط هو الحاجة إلى إنهاء الصراع في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار الذي يضمن إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة قال وزير الخارجية أن القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو 2024 تبنت مبادرة مهمة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فضلا عن الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة مشيرا إلى أن قمة البحرين تبنت أيضا مبادرة مهمة تتعلق بتوفير التعليم والصحة للمتضررين من الصراعات في المنطقة أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين باستمرار مشاركة مجموعة العشرين البناء في تعزيز دفع الجهود المتعددة الأطراف الحقيقية لبناء عالم أكثر سلاما واستقرارا وأمنا اشتركوا في القناة